بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بداية نبارك لكم حلول شهر الله شهر رمضان المبارك داعين الله عز وجل كما بلغنا إياه أن يوفقنا وإياكم لقيامه وصيامه وأن يتقبل منا قليل أعمالنا وأن يخفر لنا كثير ذنوبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكون حديثنا في هذه الحلقات عن الشباب محورية الشباب ما هو الدور الذي يمكن أن يضلع به الشباب في مجتمعهم في أمتهم ما هي التحديات التي تواجه الشباب في طريقهم في هذه الحياة ما هي الإمكانيات التي يمتلكها الشباب لماذا يستهدف الأعداء الشباب بكل مخططاتهم لضرب هذه الفئة هذا ما سنحاول إن شاء الله الإجابة عليه في هذه الحلقات المعدودة في دقائقها إن شاء الله أولا خطابنا إلى الشباب نتحدث عن هدفية الوجود هدفية الحياة لا بد للشباب أن يعرف أولا ما هو هدف وجوده في هذه الحياة لا يمكن لأي شاب أن يتحرك في هذه الدنيا بشكل إيجابي وهو يجهل وجوده وهدفية هذا الوجود لأننا نعلم أن الآخرين يريدون لهذا الشباب أن يكون شبابا تافها شبابا بلا هدف شبابا بلا معنى تأتي الآية التي وضح لنا هذا الجانب وتقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إذن هناك من يراد له أن يعيش حالة العبثية في هذه الدنيا يعيش بلا هدف يعيش بلا غاية يعيش بلا علاقة مع ربه ومجتمعه بلا دور نحن نعلم أن الشباب تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة ولذلك تركيزنا على الشباب كما يعبر لأنهم أمل الأمة أمل المجتمعات بهم تنهض المجتمعات إذا أبعد هذا الدور سقطت المجتمعات بشكل كبير حينما يسقط شبابها إذن السؤال الأهم ما هو الدور والهدف الذي يطلع به الإنسان في هذا الكون وفي هذه الحياة وبالخصوص الشباب كما يقول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة يقول الإمام علي عليه السلام وتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر أيها الشباب أنتم طاقة كبيرة أنتم لكم دور كبير إذن لابد أن نعرف أننا لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى بشكل عبثي لنأكل ونشرب ونتزوج ونبني حياتنا الخاصة هذا ليس الدور المناط بهذا الإنسان الذي يريد له الله سبحانه وتعالى أن يكون عظيما إذن ما هو هذا الدور؟ الدور أن تكون خليفة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض أن يكون لك دور في أول في بناء نفسك ومن ثم في بناء أسرتك ومن ثم في بناء مجتمعك ومن ثم في بناء أمتك لابد أن يكون لك دور كلما علت أهدافك وقيمك كلما أنت كبرت في ذاتك كلما بدأت تحقق ما أراد الله سبحانه وتعالى مع الأسف أن لا أستطيع أن أقول الكثير ولا أريد أن أقول الكثير لأننا نعول على شبابنا لا نريد لشبابنا أن يكون همهم الأكبر الأكل والشرب والسهر نحن مقبلون على شهر الله سبحانه وتعالى لا بد للشباب أن يكون لهم دور أولا في بناء أنفسهم ثانيا في رفض مجتمعهم بكل الطاقة التي منحها الله سبحانه وتعالى إياهم نحن مقبلون على شهر شهر البناء شهر البناء النفسي والروحي والثقافي والفكري إذن لا بد أن نستغل هذه الأوقات أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا نريد أن نحول هذا الشهر إلى شهر من العبث شهر من السهرات ومن التسلية الغير منفعة وغير مجدية الشباب أنتم عماد المستقبل إذن لا بد أن نسعى في هذا الشهر لأن نبني دواتنا لأن منوطبنا مسؤولية كبيرة بداية لا بد أن أعرف هدف وجودي إذا عرفت هذا الهدف يجب أن أسعى لتحقيقه هدفي في هذا الكون هو عمارة هذه الأرض هو أن أجعل الله سبحانه وتعالى موجودا في كل مكان قيم الله وقيم الدين وقيم العقيدة أن تكون هي الحاكمة وأن تكون هي المتجدرة في نفسي وفي نفس المجتمع لذلك لا بد أن ننطلق من خلال هذه المسؤولية وهذا الهدف الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى لا نريد أن نكون كالأنعام الاهتمام بالجسد شيء جيد أن نأكل شيء جيد وليس عيب وليس حرام لكن لا يكون كالهدفنا أننا فقط نهتم بهذا الجانب أننا نهتم بالأكل وبالملبس والمشرب وبالسهرات وبالتسلية هذا ما قصدته أن لا تتحول حياتنا كشباب إلى حالة من العبث وحالة من التسلية وحالة من اللاهدفية في هذه الدنيا إذن نتعرف على هذا الهدف أن أكون إنسانا عظيما كما أرادني الله سبحانه وتعالى نقرأ في الآيات الكريمة إن إبراهيم كان أمة كيف تتحول إلى أمة؟ إذا كان كل هدفك أن تأكل وتشرب وتلبس وتتسلى هل هذا الإنسان هو يتحول إلى أمة؟ النبي إبراهيم عليه السلام حمل هم أمته فتحول إلى أمة مطلوب من شبابنا اليوم أن يعود دور وأن يعود المسؤولية الملقى على عاتقهم اليوم أنتم تمتلكون القوة وتمتلكون الصحة وتمتلكون الحيوية وتمتلكون الشباب لابد أن تسخر كل هذه الطاقات التي منحكم الله سبحانه وتعالى في خدمة الله وفي خدمة دينه وفي خدمة مجتمعه هنا تتحقق فلسفة وماهية وجودنا كبشر ما لم نسعى إلى أن نحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى منا من الطبيعي أن تتحول هذه الحياة كما أشار إليها القرآن الكريم أن تتحول إلى عبث ولعب الحياة ليست بهذه الطريقة إذن نحن مقبلون على شهر رمضان لا بد أن تتحول حياتنا كشباب إلى عطاء إلى عملية بناء إلى أن نحول هذا الهم الذي نحمله اتجاه مجتمعنا اتجاه أمتنا إلى برامج برامج لبناء الدات برامج إلى خدمة المجتمع حتى في ظل هذا الحصار الذي نعيشه في ظل الكورونا اليوم نحن نستطيع ونحن نرى كثير من الشباب الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية خدمة المجتمع وخدمة دين الله أريد أن أركز أن تتحول حياتنا إلى حالم الحيوي وحالة من العطاء وحالة من تقديم كل هذه الطاقات التي منحنا الله إياها خدمة لديننا ومجتمعنا تعرفنا على الهدف إذن لا بد أن أعد نفسي لتحقيق هذا الهدف كيف أعد نفسي؟ كيف أتحمل هذه المسؤولية؟ سنأتي عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة بداية كما أشرنا نؤكد على معرفة هدف الحياة أن نكون في خدمة الله أن نكون في خدمة دينه أن نحقق قيم الأنبياء وقيم الرسل نحن نلاحظ كثير من المؤمنين الذين حملوا راية العطاء وراية يعني تقديم كل ما لديهم في مناطقنا وقرانا كيف تركوا أثر؟ لا تعيش على هامش الحياة أنت إنسان عظيم كما قال الإمام علي عليه السلام وتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر كن أمة كيف تكون أمة؟ احمل هم أمتك احمل هم نفسك ولكن تجاوز هذا الهم الصغير إلى أن تحمل هم الأمة من خلال كثير من الأمور شارك في الصناديق الخيرية شارك في فعاليات المساجد فعاليات المآتم الأعمال الخيرية الأعمال الدينية كل هذا يعطيك موقعا ويعطيك مساحة من تحقيق أولا ذاتك ومن ثم أيضا خدمة دينك ومجتمعك بهذا نستطيع أن نقول نحن لم نعش حياة العبث وحياة التسلية وأن تتحول حياتنا إلى فقط لعب ولهو الله لم يخلقنا لهذا الشيء إخواني وأولادي الشباب نريد من كل واحد منكم أن يتحول إلى أمة أن يحمل هم أمته وهم مجتمعه بهذه الطريقة إن شاء الله نستطيع أن نكون على الدرب تجاوز هم نفسك وهم ذاتك وانطلق إلى خدمة دينك وخدمة مجتمعك وإن شاء الله نكون على هذا الطريق وحينما نكون على هذا الطريق سنكون في خط الله وسنكون في خط أنبيائه ورسله وأنبيائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة